شددت الجزائر الخميس على أهمية التنمية في إرساء السلم والأمن في القارة الأفريقية مؤكدة أن السلام المستدام يتطلب مقاربة متكاملة تكون فيها التنمية ركنا أساسيا ودعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع في جلسة لمجلس الأمن خصصت للنقاش المفتوح حول تعزيز دور الدول الأفريقية دعا إلى تمويل منع النزاعات في أفريقيا بشكل المطلوب لتتمكن القارة من الاستجابة بشكل فعال للتهديدات متعددة الأوجه بما في ذلك الإرهاب إن إدامة السلام تتطلب مقاربة متكاملة شاملة ومتسقة ومتعددة الأركان تقوم فيها التنمية كركن أساسية فالسلم والتنمية يكمل أحدهم الآخر وعليه لا بد من إعطاء الأولوية لمنع النزاعات في إفريقيا وأن يتم تمويل منع النزاعات في إفريقيا بالشكل المطلوب والملائم لتتمكن القارة الإفريقية من الاستجابة بشكل فعال للتهديدات متعددة الأوجه بما في ذلك الإرهاب إفريقيا تقف اليوم عند مفتلق طرق بسبب تعدد الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة وفي هذا السياق تبقى الحكمة أداة أساسية من أجل الوقايات ومن أجل معالجة الأزمات فنحن بحاجة إلى مقاربة جدية بغية ترجمة الخطط إلى واقع ملموس ترجمة نانسي قنقر